ترفض اي حلف قائم زاقيا او انفعاليا لن يكون صريحين ليش رفض اتحاد الخليقي ما مدروس قضية عملة واحتاجونها سنين طويلة قضية تقرير مصير في لحظة واحدة تخرجنا يقال نوقع وبالتالي القيادة الحالية لها ارث ترتكز عليه لماما حمد سعيد صح الفرس خصوم كانوا قام بالتحرير والعثمانيون والصفويون اعداء خلص البصرة لكن بعد ذلك ما دخل الامام احمد سعيد في حلف مع العثمانيين ضد الفرس وان كانوا وان كان قاتلهم من قبل امام احمد هو حرر بلاده وكفى لا يدخل في احلاف كيدي نفس القيادة اللي تكرر الان ليش ندخل في حلف كيدي لاني مناوئ لإيران ليست هناك عداوة دائمة ولا الصداقة دائمة هذا يعطينا ايضا قضية ايضا نحن اذا اردنا نعرف السياسة الحالية ليش القيادة الحالية ناجحة في علاقاتها الاقليمية والدولية هذا المضيق ليش محفوظ حرب الخليق ثمان سنوات وما اغلق المضيق حرب الخليق الثانية وما اغلق المضيق ثم مناوشات بين امريكا وبين ايران ومطاردات قوارب والناس يقول لك يمكن يصل برميل النفط اربعمائة دولار ويقع كساد عالمي عمان هذه مضيق ما حارستنا بطلاس بحروز لكن باحكام نسق السياسة هذا لها نظير اللي الان تقع في عهد قلال السلطان لا نظير من زمن الامام احمد سعيد هولندا بريطانيا فرنسا هل كلها دول اعداء كيف استطاع يسير الدولة العمانية بهذه الطريقة الامام احمد بالموازنة في العلاقات ايران دولة صاعدة قوية اقليمية وامريكا دولة عالمية قطب واحد فانت هنا احكام السياسة علاقة مع ايران قيدة وهي قارم وتشاطرك في المضيق وامريكا قوة عظمى وكل يخطب ودها هنا هي نقاح السياسة نعود الى التاريخ نقل ان هذا مسلك ائمة ومسلك سلاطين سابقا الدولة العثمانية ايضا لما ارسل سلطان سليمان نسيت هل سليمان قانونة او لا او قبله في عهد الامام بالعرب بالسلطان نسقت رسالة باسم الامام بالعرب انه يتوعد الدولة العثمانية مع ان الدولة العثمانية قد صارت الى الرجل المريض فيما بعد طبعا الامام بالعرب من باب السياسة والسياسة اذا دخلها الانفعالات المزاقية فاشلة يكونوا صارحين ايضا ليش دول الخليق دائما متخبطة ليش عمال ما شاء الله واضح هدفها الامام بالعرب كتب رسالة الى سلطان العثماني يقول له لم اخط بيميني هذا الخطاب الموجه اليكم ولكن عليك ان تشد على من اتى بالخطاب فتقرره من الذي دفعه ان ينتحل الخطاب باسم الله ما الذي دعا بالعرب على انه قوة لا عارض قوة هي فن السياسة التي تجيدها القيادة الحالية واجادتها القيادة السابقة هذا لما نجس التاريخ انا اتذكر عندما رفضت عمان الاتحاد بعد العمانين قال طيب ترى هويتكم هذه اضيع شخصيتكم دول الخليق بنفسها بعد الفكرة سحبت سفراء من قطر وعمان رفضت سحب السفراء وعيب عليها فصارت فصارت دول الساديسة التي سحبت السفراء صارت فيما بعد وعاد سفراء كما كانت عمان تقول دول قطعت علاقات مع سوريا عمان ما قطعت علاقة عمان سحبت سفيرها سحبا امنيا ولم تسحبه سحبا دبلوماسيا صح ما قلته الان كويت بنفسها فتحت سفار وتونس بنفسها صراحة ان خطأ قطعت علاقات فبالتالي هذا مهم التاريخ يعني ان تكون علاقة مع خصوم هذه قلة ما ينسقها الى العمان ترى هذا ما كلام عاطفي لما اذكر اذكر عن عمد شواهد تاريخية حتى لما انعود الى التاريخ قضية الوساطات السلطان تيمور بن فيصل لما تقاتل اظن الشيخ سعيد الدكتور سعيد كتب في هذا غاية السلوات كتب لما لما تصارع الملك سعود ال سعود والشريف علي بن الحسين ما تصيد اهل عمان في الماء العكر اختار السلطان تيمور بن فيصل قد السلطان قابوس شخصية ما ايضا لرفع العتب شخصية قوية سليمان باشا البارون للصلح بين المتقاتلين في الحرمين لامام الخليلي ايضا بارك مسعى السلطان تيمور بن فيصل وكتب وانا نبارك مسعى السلطان وزود برسالة ايضا وتيمور بن فيصل زود سليمان باشا البارون ايضا برسالتين الى ال سعود الى الملك ال سعود وايضا الى شريف علي بن الحسين انا هنا الان ادرك ليش هذه القيادة الحالية رمات الخلف الفتن وتستطيع توازن بين المتخاصمين عبد الرب منصور يوجه رسالة الى عمان شكرا لموقفها لانه خرج عن طريقها وصارت بدشداشة وسيلة انقاذ ايضا وبعد اسبوع عبد الملك الحوث اللي هو خصم عبد الرب منصور يوجه شكر لعمان لانها ايه ماذا انقذت قرحة تفقير صنعاء انت اذا تلقيت من خصمين لدودين واقمع الخصمان على شكرك دل على ان سياستك ناجحة وبالتالي ضروري ان نعيد ما يقري حاليا نقرنه بما مضى هذا الامر مهم نقطة الاخيرة طبعا يعني نحتاج قهد ان نعرف بارثنا قهد في مناهجنا قهد في اعلامنا لا بد يعني هذا التاريخ الناس تطلبه الان حتى نفسر سر نقاح القيادة الحالية مع فشل وتخبط فيما يقري في دول الخليج ليش عمان يعني هي قز من منسوق قز من الخليج ليش ناجحها ليش قادر تسوي علاقاتها ليش ما تسيس الناس بانفعالية مرة قطع علاقات مع مصر مرة ضخ مليارات لإسقاط نظام مرة ضخ مليارات لتثبيت نظام عمان ما تدخل في هذا عمان نقحت في تعاملها ايام حسن مبارك وانور السادات وهم محسوبين ربما على ايدلوغية رأسمالية قاء مرسي وهو محسوب على ايدلوغية دينية ما عنده مشكلة قاء عدل منصور ما عنده مشكلة قاء عبفة تحسيسي ما عنده مشكلة دول الخليج هي المضطربة هذا يقعني اعرف ان بلادي تقف على ارض صلبة على العموم انا اتمنى فقط عذرا لاطالة انا اتمنى ان العماني يقرأ ما يعيش على قارع الطريق يعني اليمن وعمان في القزيرة العربية وما عداهما لم يكن هناك وقود كيف انك عماني حتى الدشداشة المفروض وفاخر بها انا اذكر للأسف كنا نلبس شاديش غير عمانية لو لا وجود التوقيهات السامية ربما ما لبسناها ليش ليش نستحي ليش ما اتكلم بله قدتي فبالتالي ليش نحن نشعر بضعف اذا كان شخص قديد ما عنده عرف او يريد يأخذ عرفي ويفاخر انا الاولى ان افاخر بارثي وتعليمه اشتركوا في القناة